بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى الصدقة أعم من الزكاة وأشمل فكل زكاة صدقة وليست كل صدقة زكاة الصدقة ليست محددة لا بزمان ولا بنصاب ولا بشكل ولا بوقت إنما الزكاة ربما تحدد بنصاب وبوقت وبحلول عام أو حول الصدقة تطفئ غضب الرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن الإنسان ميتة السوء أو مصرع السوء صناع المعروف تقي مصارع السوء كما قال ابن عباس رضي الله عنه الصدقة يكثر منها الإنسان ويتمنى الميت أن يعود إلى الحياة فينفق ولذا قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين الصدقة تزيد المال فما نقص مال من صدقه وما نقصت صدقة من مال ولذا قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة هذه الأعداد معلومة الحبة في سبعة في مائة بسبعمائة لكن والله يضاعف لمن يشاء عدد لا معلوم لا محدود كأن الصدقة تزيد وتربو وتعلو وتتزايد للعبد المخلص ولذلك تصدق وأنت في حياتك حتى ترى ثمرة هذه الصدقة في الجنة وفي القبر وتراها تنير الدنيا ألم تروا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة ما العلاقة بين الدواء والاستشفاء وبين الصدقة لأنها قربة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى فيقبل منه العمل وإذا كان مريضا وذهب إلى الأطباء وأخذ بالأسباب وأخذ الدواء ثم تصدق لله تبارك وتعالى أطفأ الله عنه الغضب ورضي الله عنه وأرضاه وقبل منه الدعاء إذن الصدقة باب مفتوح لاستجابة الدعاء باب مفتوح للقبول ولرضى الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك فإن على الإنسان أن يكثر من الصدقات بعيدا عن الزكاة تصدق قال تعالى وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وقال لينفق ذو ساعة من ساعته الصدقة مفهومها يتسع وليست مقصورة على المال إماطة الأذى عن الطريق صدقا تبسمك في وجه أخيك صدقا كل هذه الصدقات ساعة ربما يكون ليس في ساعة الإنسان كثرة المال فلا يعطي ولكن يستطيع أن يكون من أصحاب اليد العليا أن ينفق ابتسامة أن ينفق جبرا لخاطر الناس أن ينفق كلمة طيبة ألم تسمع من كلام النبي الكلمة الطيبة صدقة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذن مفهوم الصدقات مفهوم واسع شامل ومن رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن وسع لها الطرق في الإنفاق وفي العطاء وفي الخير وقال لينفق ذو ساعة من ساعته ربما ينفق من وقته ربما ينفق من ماله ربما ينفق من جهده ربما ينفق من علمه فزكاة العلم إخراجه إذن الباب واسع فلا تضيق واسع وإنما أكثر من الصدقات وأكثر من فعل الخيرات واسمع إن شئت في كلام الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن المسارعة إلى الخيرات قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم بدأ في ذكر أوصاف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أحسن كما أحسن الله إليك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الصدق ربما تكون بلا استغفار والاستغفار يفتح الأقفال وما دمت تستغفر فإن الله يغفر بكل تسبيحة صدقة بكل ذكر صدقة بكل ابتسامة صدقة بكل كلمة طيبة صدقة بكل إماطة الأذى عن الطريق صدقة بكل إماطة أذى عن القلوب صدقة تصدقوا وأنفقوا وسارعوا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطرة عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم